إن هذا القرآن يهدي الذي يأقوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون يحلف الله سبحانه وتعالى الواو هي واو القسم فالله سبحانه وتعالى يحلف بالتين وبالزيتون وهما ثمرتان معروفتان ومع بساطة شكلهما إلا أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق مثلهما والتين والزيتون وطور سينين الطور يعني الجبل طور سينين هو الطور يعني هو الجبل الذي في سيناء الذي كلم الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان موسى عليه الصلاة والسلام فيه قال وهذا البلد الأمين وذلك البلد هو مكة المكرمة قال تعالى بعد أن أقسم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا المقسم عليه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلقه بجسم حسن مناسب لمتطلبات حياته قال ثم رددناه أسفل سافلين عندما يكبر ويصبح جسمه ضعيفا وتكثر فيه الأمراض ويصيبه الخرف وضياع العقل أو ما شابه ذلك فإذا لم ينتفع من صحته في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه سيندم ويخسر إلا الذين آمنوا يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني الذين آمنوا وعملوا الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى فليس هذا حالهم بل فلهم أجر غير ممنون فالله سبحانه وتعالى لن يقطع أجره الممنون المنقطع فأجرهم لا ينقطع غير ممنون وإنما سيكتب الله سبحانه وتعالى لهم أجر الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها في شبابهم وقوتهم ومنعهم منها العجز والمرض قال سبحانه وتعالى فما يكذبك بعد بالدين فما الذي يجعلك أيها الإنسان تنكر الحساب في يوم القيامة أليس الله بأحكم الحاكمين أي أليس الله حكيم فيما تراه من خلقه فكيف لهذا الحكيم أن يترك عباده هؤلاء بدون حساب عادل يحاسبهم عليه وهذا استدلال بحكمة الله سبحانه وتعالى على أنه لابد من حساب وليترك ذلك الحكيم خلقه عبثا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتبه لك ترجمة نانسي قنقر